هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها هل سنتهب إلى الفضاء يا شهد؟ أحسنت يا وليد نحن ذاهبون إلى الفضاء وماذا سنتعلم اليوم يا شهد؟ اليوم سنتعلم عن المجموعة الشمسية وأسماء الكواكف في المجموعة الشمسية رائع جدا يا شهد فأنا أحب الفضاء وأحب أن أتعلم كثيرا عن مجموعة الشمسية إذن هيا بنا يا وليد لنصعد إلى متن المكوك الفضائي رائع هيا بنا ترجمة نانسي قنقر سنتعرف في هذه الرحلة عن كواكب المجموعة الشمسية وعدد أقمارها وأهم خصائصها ما هو الكوكب يا شهد؟ الكوكب هو عبارة عن جسم فلكي يدور حول نجم أو بقايا نجمية تكون ضخمة بما يكفي لتدويرها بفعل الجاذبية وهل نظامنا الشمسي يحتوي على الكواكب يا شهد؟ يحتوي نظامنا الشمسي على ثمانية كواكب رسمية تدور حول الشمس رائع هل تعرف يا وليد لماذا سميت الكواكب بالمجموعة الشمسية؟ لأنها تدور حول الشمس نعم يا وليد سميت هذه الكواكب بالمجموعة الشمسية حيث أن الشمس النجم المركزي في مجرتنا وجميع هذه الكواكب تدور حولها هيا نذهب بزيارة لهذه الكواكب يا وليد هيا بنا يا إلهي إن هذا الكواكب قريب جدا من الشمس لابد أنه ساخنا جدا يا شهد ما اسم هذا الكواكب؟ هذا كواكب عطارت وهو أقرب كواكب إلى الشمس وأصغرها حجما لكنه ليس الكواكب لأكثر سخونة في نظامنا الشمسي هيا يا أصدقائي قولوا معي عطارت عطارت لقد اقتربنا من كوكب آخر يا شهد ما اسم هذا الكوكب؟ هذا كوكب الزهرة يا وليد وهو ثاني أقرب كوكب إلى الشمس وغالبا ما يطلق عليه كوكب الأرض الشقيق حيث أنه أصغر من الأرض بقليل وهو الكوكب الأكثر سخونة لأن البركين تغطي الكوكب هيا يا أصدقائي هذا كوكبنا ومنزلنا كوكب الأرض وهي المكان الذي يعيش فيه البشر وهو الكوكب الوحيد في المجموعة الشمسية الذي يدعم الحياة وهو الثالث أقرب كوكب إلى الشمس وهل تعلم أن معظم سطح الأرض موطة بالمياه؟ حوالي سبعون بالمئة؟ هيا يا أصدقائي يقولوا معي كوكب الأرض كوكب الأرض انظر يا شهد إلى هذا الكوكب لونه أحمر إنه كوكب المريخ يا وليد وهو رابع أقرب كوكب إلى الشمس ويعرف أيضا باسم الكوكب الأحمر بسبب لونه المحمر وهل تعلم أن كوكب المريخ له قمرين؟ هيا يا أصدقائي قلوا معي كوكب المريخ كوكب المريخ واو إن هذا الكوكب ضخم جدا نعم يا وليد فهذا الكوكب هو كوكب المشتري هو خامس أقرب كوكب من الشمس كما أنه أضخم كوكب في نظامنا الشمسي وهو عملاق غازي ويتكون أساسا من الهايدروجين والهيليوم وكوكب المشتري لديه 67 قمرا هيا يا أصدقائي هيا يا أصدقائي قولوا معي كوكب المشتري كوكب المشتري ما أجمل هذا الكوكب انظر يا شهد إن هذا الكوكب لديه حلقة جميلة هذا كوكب زحل يا وليد وهو الكوكب السادس الأقرب من الشمس ويتكون معظمه من طبقات من المواد الغازية تحيط بنواة صلبة يعد زحل الأكثر شهرة والأكثر سهولة في التعرف بسبب نظام حلقاته المميز هيا يا أصدقائي قولوا معي كوكب زحل كوكب زحل انظري أنه كوكب أزرق يا شهد أنه جميل جدا هذا كوكب أورانوس وهو الكوكب السابع من الشمس كما أنه يصنف على أنه عملاق غازي إلا أنه غالبا ما يشار إليه بإسم عملاق الجليد كما أنه وجود جليد الميثان هو ما يمنحه المظهر الأزرق وأن كوكب أورانوس لديه 82 قمرا هيا يا أصدقائي قولوا معي كوكب أورانوس كوكب أورانوس لقد اتعدنا كثيرا يا شهد انظري أن هذا كوكب آخر يا شهد ما هو أسمه؟ إنه كوكب نبت يا وليد وهو ثمن وأبعد كوكب عن الشمس مثل كوكب المشتري وزحل وأورانوس فهو عملاق غازي على الرغم من أنه يصنف على أنه عملاق جلدي مع أورانوس كوكب نبت لديه 14 قمرا هيا يا أصدقائي يقولوا معي كوكب نبت كوكب نبت لقد مررنا بثمانية الكواكب الجميلة في مجموعتنا الشمسية وتعلمنا أسماء الكواكب هل تستطيع أن تخبرني ما هي أسماء الكواكب في المجموعة الشمسية يا وليد؟ كوكب عطارد كوكب الزهرة كوكب الأرض كوكب المريخ كوكب المشتري كوكب زحل كوكب أورانوس كوكب نبت أحسنت يا وليد أحسنت يا وليد والآن يا أصدقائي ما رأيكم أن نلعب لعبة؟ ما هو الكوكب الأقرب إلى الشمس؟ كوكب عطارد ممتاز أنه عطارد هو الكوكب الأقرب من الشمس ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ كوكب المشتري أحسنتم هو كوكب المشتري وهو أكبر كوكب ما هو الكوكب الأكثر حرارة؟ كوكب الزهرة نعم أحسنتم كوكب الزهرة هو الكوكب أكثر شخونة ما هو الكوكب الصالح للعيش في المجموعة الشمسية؟ كوكب الأرض نعم أنه كوكب الأرض وهو الكوكب الوحيد الصالح للعيش في مجموناتنا الشمسية لقد تعلمنا اليوم أسماء الكواكب في مجموعتنا الشمسية نراكم قريبا إلى اللقاء يا أصدقاء إلى اللقاء شكراً يا أصدقائي لا تنسى العجاب بالفيديو لا تنسى العجاب بالفيديو اشتركوا في القناة والاشتراك شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة